هدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح بمحاسبة كل من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية وشدد صالح في كلمة له أمام المجلس النيابي في مدينة سيرت على ضرورة التداول السلمي للسلطة معتبرا أن رفض هذا المبدأ يشكل انتهاكا للقوانين في إشارة إلى حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد لدبيبة وإن تجاهل الحكومة المنتهية ولايتها أو رفضها تسليم مقارها وليست السلطة كما يقول البعض فالسلطة تستمد من السلطات المختصة وتنهيها وليس بناء على قبول أو تناجل للأمن أحد فعدم قبول هذا التداول السلمي للسلطة وتسليم المقار الحكومية انحراف واضح عن ضرورات احترام الدستور والقانون ومن وراء ذلك أهداف أهمها استمرار الفوضى وتعول الفساد وعدم احترام ببدأ التداول السلمي للسلطة بذوره قال رئيس الحكومة المكلف فتح بشغى أن الحكومة ملتزمة بممارسة مهامها دون اللجوء للعنف ضد أي خصم سياسي والفت إلى أنه حاول الدخول إلى العاصمة رابلس بالطرق السلمية إلى أنه وجد تصعيدا عسكريا متهما حكومة تالت بيبة بعدم اكتراثها بدماء الليبيين وأعلن بشغى أن الحكومة ستمارس مهامها من مدينة سرد لما لها من رمزية وطنية حيث تربط الشرق والغرب كما أنها تتمتع بوضع أمني جيد ومستقر في السياق قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي إن اجتماع سرد تأكد على إلزام جميع رؤساء الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب بالتقيدي بالتعليمات والقوانين والقرارات الصادرة عن المجلس ويعتبر أي جسم يخالف ذلك فاقدا للشرعية أكد الاجتماع اليوم على عمل الحكومة من مدينة سرد واطلاق أعمالها خلال الأيام القادمة من هذه المدينة التاريخية ثانيا في حوصلة اجتماع اليوم إلزام جميع رؤساء الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب بالتقيدي بالتعليمات والقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب أو يعتبر أي جسم يخالف ذلك فاقدا للشرعية في المقابل رفضت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد لدبيبة تصريحات رئيس مجلس النواب عن دعوتها لدخول ترابلس بالقتال والحرب وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن الحكومة تطمئن أو تطمئن كل المواطنين الليبيين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة وحذر من مساعي بعض الأطراف لسحب أموال من إداعات المواطنين في المصارف التجارية لاستخدامها لتمويل الحروب وينضم إلينا مباشرة من ترابلس السيد فيصل الشريف المحلل السياسي سيد شريف حييكا هل تعتقد أن اللقاء الذي تم اليوم الاجتماع الذي تم اليوم في سرط بين مجلس النواب الليبي بقيادة عقيلة صالح والحكومة المعترف بها من قبل هذا المجلس حكومة بشاغة هي خطوة إلى الأمان في صالحهم تؤكد شرعية هذه الحكومة وفي المقابل تأخذ من شرعية حكومة لدبيبة أم لا مساء الخير تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الأفضل الحقيقة بالمطلق بالمطلق لا الإجابة بالمطلق لا لماذا؟ لأننا يعني يصر عقيلة صالح بصويت إلى إعادتنا إلى المربع الأول يصر إلى إعادة إنتاج حكومة موازية من جديد سواء عملت من سرت أم من البيضة كما كان الأمر السابق لدى حكومة التنين يصر عقيلة صالح لأن يعبث بالليبيين وبمستقبلهم السياسي وبأملهم في إجراء انتخابات وفي الوصول إلى توافقات سياسية من أجل تنفيذ مخطط للأسف مخطط تشرف عليه المخابرات المصرية في محاولة للتمكين لخليفة حفتر من خلال هذه الحكومة التي نعلم جميعا أن خليفة حفتر يسيطر أو يهيمن على الوزارات السيادية فيها وكذلك من واقع الميزانية المقترحة التي وضعتها هذه الحكومة الموازية والتي تخصص الجزء أو الحصة الأكبر منها للوزارات السيادية التي يسيطر عليها خليفة حفتر في محاولة لتمكين خليفة حفتر ويدا من الدخول للعاصمة هذا الأمر لم يتحقق لهم اليوم اجتماع سرت بشكل واضح يعطي دلالة واضحة في ضل غياب المؤسسات السيادية الحقيقية المتعلقة بمصر في ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وكذلك المؤسسة الوطنية للنفط وغيرها هذا يعطينا قراءة واضحة أن عقيلة صالح لا زال يعبت لا زال يراهن على محاولة استنفاذ صبر الليبيين بالعبت بمستقبلهم السياسي وما رأيناه اليوم هو يعطي حقيقة واضحة أن يعني الرسالة التي توجه للليبيين بأن عدم القبول بأن تكون الحكوة أي حكومة في طرابلس العاصمة بحجة أنها ميليشيات أن هناك ميليشيات مسلحة تسيطر هذا الأمر يريد أن يعطيه شرعية بأن تضل الحكومة في سرت عندما استعصت عليهم طرابلس ونعلم جميعا أن سرت تسيطر عليها عصابات الفاغنر مرتزقة الفاغنر والجنجاويد وغيرها من الميليشيات الأفريقية وكذلك الميليشيات المتطرفة التابعة لخليفة حفتر كال604 المدخلية وكذلك طارق بن زياد المتطرفة بالتالي يشرعنون أن تكون الحكومة في أحضان الفاغنر وعصابات المرتزقة وعصابات خليفة حفتر بينما يعتبرون ذلك محرما عندما تكون في طرابلس لكن اسمحي من رفض أن يدخل بشاغة إلى العاصمة لكي يستطيع أن يمارس مهام منصبه الذي أعطاه له مجلس النواب المنتخب والمعترب به داخليا ودوليا أيضا حكومة لتبيبة والبعض يقول أن الشرعية الآن يستند إليها أو هي في صالح ببساطة شديدة بشاغة المجلس الوحيد المنتخب هو مجلس النواب ولو حتى منتخب منذ سنوات طويلة أعطى هذه الشرعية لبشاغة ونزعها من لتبيبة فعلى أي شيء يستند لتبيبة الآن؟ نعم حكومة تبيبة بشكل واضح وصريح جاءت نتاج توافق قوى سياسية 13 زي 13 الممثلين للمجلس الأعلى للدولة والبرلمان الطرفان المتصارعان سياسيا وكذلك الكثير من النخب السياسية في لجنة ما يعرف بلجنة 75 جينيف تونس التي يعني تمخذت عنها هذه الحكومة التي كانت حكومة بشكل واضح هي الحكومة الأخيرة التي يعني عول الليبيون على أن تكون هي الأداء أو الطرف الرئيس في إيصالهم إلى العملية الانتخابية بأداء ما عليها من استحقاقات لوجستية في دعم العملية الانتخابية تبقى الأمور الرئيسية الأخرى التي يختص بها البرلمان وهي التوافق مع المجلس الأعلى للدولة في إصدار التشريعات هذا لم يحصل البرلمان ذهب منفردا في وضع التشريعات بشكل أحادي وبشكل فيه تفصيل على خليفة حفتر وبعض الشخصيات الأخرى لتمريرها لرئاسة ليبيا كل هذا يعني نتج عنه احتدام الخلاف ويعني انتهاء العملية بالفشل اليوم الشرعية التي يتحدثون عنها بأنها منحت لهذه الحكومة الموازية كيف منحت هذه الشرعية هل منحت وفقا لي الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة تونس جينير التي تقتضي بأن تكون العملية توافقية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة هذا لم يتم والمجلس الأعلى للدولة قد رفضها بقراره المعروف والشهير الذي صدر عنه سيد الشريف سؤال الأخير وهو خطورة ما تمر بها ليبيا الآن حكومتان تتنازعان الشرعية هل عادت ليبيا إلى مربع السفر هل عادت ليبيا مرة أخرى إلى نفق مظلم أم ماذا نعم بفضل إصرار المخابرات المصرية وعقيل صالح بيدقهم وكذلك خليفة حفتر بيدقهم على أن يكون هناك مشروع وسيناريو بعينه يجب أن يفصل بعينه حتى يمررهم للمشهد السياسي القادم أعادون للمربع الأول من جديد وهذا خطير جدا على كل الأصعدة تمكنوا من خرق الجدار الغرب الليبي تمكنوا من استعمال أطراف بعينها رئيس الحكومة وحزب بعينه أيضا الحزب الديمقراطي في أن ساعدهم في هذه العملية اليوم نعود للمربع الأول كل شيء مهدد بالإنسان لماذا؟ لأن هؤلاء الأطراف لا زالوا يعبتون بالمشهد السياسي الليبي للأسف الشديد السيد فيصل الشريف المحلل السياسي كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من ترابلوس أشكرك شكرا جزيلا سيئة مستمرة وبعد قليل تقارير صحفية نصرية يفيد بصدور قرار بإخلاء سبيل المهندس يحيى حسين عبدالهادي والإفراج عن عدد محدود من الناشطين المحبوسين ضمن قائمة عفو رئاسي جديد فأي مستقبل للحوار في مصر يبقى معنا؟